على هامش الجمود في ملف اتفاق الحديدة تجري تحركات دولية لإحداث اختراق إيجابي في قضية الأسرى والمعتقلين بين الشرعية والانقلاب في محاولة لإنقاذ اتفاق السويد المهدد بالانهيار قصة المعتقلين لم تتجاوز بعد مرحلة الترتبات الأولية فاللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أفادت بانتهاء الاستعدادات اللوجسية لتبادل المعتقلين بين الحكومة والحوثي لكنها لم تفصح عن الترتبات العملية التي تؤدي إلى الإفراج عنهم وفق رئيس لجنة الصليب الأحمر بيتر ماور فإن لوائح المقدمة من الحكومة والحوثي تضم نحو 16 ألف اسم لكنه أضاف في تصريح لقناة الجزيرة على هامش منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس بأن الرقم الحقيقي المتحقق منه أقل بكثير ربما يصل إلى ألفي معتقل كانت الأردن قد شهدت منتصف الشهر الجاري اجتماعا فنيا خاصا بإطلاق سراح المعتقلين بناء على طلب المبعوث الأممي وقد اتهم هذه مسؤول ملف المعتقلين في الحكومة ميليشيا الحوثي بعرقلة الترتبات الخاصة بإطلاق سراح مختطفين لديها بينهم سياسيون ونشطاء مدنيون بينما وصف عضو الحكومة ماجد فضائل ما تقوم به الميليشيا مجرد اختلاقات وأكاذيب تراوغ ميليشيا الحوثي بحسب الحكومة في تنفيذ إجراءات إطلاق سراح المختطفين لديها من أجل تضليل المجتمع الدولي لكن الأمر المؤكد أن مستقبل المختطفين لدى ميليشيا الحوثي لا يزال مجرد ورقة تفاؤضية بيد الحوثي بغية التلاعب بالوقت ويطالة أمد الأزمة ترجمة نانسي قنقر